مع قدوم عيد الفطر المبارك ومع أماني السوريين بالخلاص من الإرهاب بكل أشكاله مع كامل الثقة ببطولات الجيش العربي السوري محافظة درعة تعيش أجواء عيد الفطر المبارك فالأسواق تعجب المشترين والأهالي يبعثون بأمانيهم ورسائلهم لوطنهم الأم سوريا والأبطال جيشنا الباسل من نسبة حلول عيد الفطر للسعيد عيد الوطن عيد الانتصار من عيد على بواسل الجيش العربي السوري الصامدين في دحر الإرهاب في بقاعة سوريا الحبيبة وخاصة في درعة في دحر الإرهاب نوجه رسالة محبة وتقدير لقائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد ولرجال الله على الأرض رجال الجيش العربي السوري الذين يدودون الحما عن هذا الوطن الذي صمد على مدار سبع سنين وهذا الصمود يؤكد على صدق انتمائنا لهذا الوطن وصدق انتماء هذا الجيش للوطن نعايد الجيش العربي السوري بمناسبة قدوم عيد الفطر السعيد كما وأن نعايد ونعاهد السيد الرئيس القائد المفدى بشار حافظ الأسد بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد نعايد أهلنا السوريين في كل منطقة من مناطق سوريا وتحياتنا للجيش العربي السوري وكل عام مهمة بخير ومن نصر إلى نصر إن شاء الله في كل ميهدين القتال محافظة السويدة أيضا كشقيقتها درعة لها النصيب الأكبر من العيد والتهاني والفرح إن شاء الله يعيدوا أبطالنا العيد الجاي ببيوتهم ويفرحوا بعيد الفطر وإن شاء الله بنعاد على الجميع بخير وسلامي صباح الوطن وصباح النصر لسوريا والجيش العظيم اللي سطر أكبر ملاحم البطوري ومنبعث رسالة مباركة بعيد الفطر للسعيد مناسبة عيد الفطر المبارك نقدم التهاني لقائد الوطن وسيد الوطن ورجال الجيش العربي السوري في دير الزور والرقة ودرعة وفي كل مناطق الاشتباك مع الإرهابيين ورسالة نعلنها من محافظة السويداء أننا في هذا العام سندحر كامل الإرهاب عن وجه الأرض السوري بدون استثناء وأن تعوذ سوريا كما كانت نتوجه بأسماء آيات التهاني والإجلال والإحترام والتقدير لرجال الله على الأرض بواسل جيشنا الباسل الذين يسطرون أروع ملاحم البطولة والفداء للتصدي للإرهاب إنها سوريا وطن الفرح والنصر لا يريق بها سوى الحياة والأمان حياة آمنة مستقرة بفضل تضحيات وأبطال رجال الله أبطال الجيش العربي السوري